اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من قناة الباش مدرس وان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الاستثمار او العملات الرقمية وازاي تكسب فلوس كويسة جدا من استثمار مبلغ بسيط والربح بتاعك بقى يومي وانت تبقى ضمنه بنفسك. وقبل ما نبدأ الفيديو يا شباب احب اعرفكم ان احنا عاملين في القناة على خمسة دولار. وشروط بسيطة جدا وهتتطبق على الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده. والشروط هي اربع حاجات فقط. اول حاجة انك تعمل لايك للفيديو. تاني حاجة انك تسيب لنا كومنت في اي وصيلة للتواصل معك. ورقم تلاتة انك تشار الفيديو ده على اي مواقع تواصل اجتماعي سواء فيسبوك او تويتر او واتساب او اي حاجة. ورابع واخر حاجة معنا انك طبعا تبقى مشترك في القناة وانفعل الجرس بحيس ان انت تشوف الفيديو اللي جاي اللي هو اصلا هيبقى الاعلان عن الفائز والفائز هيتم اختياره بشكل عشوائي من الفيديو ده. ويلا بينا دلوقتي نتجي الى اللاكتوب علشان نشوف الشرح وانطبق الشرح سواء. زي ما شايفين كده شباب دي منصة كنا شرحناها قبل كده برضو في فيديو. والمنصة دي اللي احنا هنبدأ نكسب منها والمجال اللي هنشتغل فيه هو مجال اسمه مجال العملات الرقمية. دي عملات وهمية موجودة على الانترنت. ممكن تقدر انك تشتريها واتباعها. ده كملخص يعني ليه شرحها. واللي انا بعمله شباب ان انا بلاقي عملة مسلا معانة او استهدف عملة معانة يكون سعرها تشغال يطلع يزيد يعني ويقل يزيد ويقل. اه اجي انا شريها وهي قليلة واجي بايعها لما تزيد. تعال بس نسجل اول في المنصة وطريقة التسجيل سهلة خالص. هتدوس هنا على طبعا كل لينكات هسابها لتحت فيه صندوق الوصف. هتيجي ضغط هنا على هتيجي كاتب هنا بتاعك او بتاعك. هنا تكتب الايميل او الجيميل اللي انت هتسجل به هنا هتحط الباسورد وهنا تعيد الباسورد مرة كمان. وتحت هنا تيجي دايس على دي. وتيجي معدي كود الكاباتشة يعني عشان تثبت له انك مش او مش روبوت عشان يعمل علامة صحة هنا وتيجي دايس على هيبدأ يجيلك رسالة تأكيدة على الايميل بتاعك تبدأ تروح تاخد الرسالة دي وتفعل بتاعك. وانت بتعمل تسجيل دخولها تعمل تسجيل دخول من هنا انا طبعا ما سجلتش دلوقتي قدامكم لان انا عندي حساب اصلا فمش هينفع سجل مرتين. فتكتب هنا الايميل بتاعك والباسورد عشان تعمل عملية تسجيل دخول. وتيجي دايس هنا على وتيجي دايس على هتلاقيه اا عمل تحميل كده ويسجل معاك الدخول او مش هيسجل معاك الدخول زي ما انت شايف وهيجيب لك هنا حاجة يقول لك او حط الكود هنا اللي وصل لك على اللي هي اللي انت حطو ده. فانا هدخل اجيب الرقم بسرعة واجيلكم. تدخل هنا يا شباب كده على الايميل بتاعك هتلاقي مكتوب يوبيت ميلر او ايميل جاي لك يعني من منصة يوبيت تبدأ تفتح الايميل ده. علشان تاخدوا الكود بتاع التأكيد علشان يتأكد يعني انك صاحب الاكاونت مش حكر او حد على الاكاونت ده. وهتيجي داخل هنا هتلاقي الكود بتاعك التويل اللي هو بعد اي بي ادرس ده تيجي واخده كده. تيجي راجع تاني ليوبيت دوت شباب وتعدي الكابتش زي ما احنا شوفنا كده تيجي دايس هنا على وتتأكد ان دايس على دي. عشان مش كل ما تيجي تدخل يعمل لك نفس الموضوع ده تاني. كده انا سجلت الدخول هنا يا شباب. هنا دي يعني الرصيد بتاعي او قرصيدتي في كل العملات اللي انتم شايفينها انا عندي هنا العملة اللي هنشتغل عليها النهاردة. وهي عملة الترون او العملة المشهورة بالتي ار اكس. انا معايا منها تلات تلاف سبتمائة وتلاتين عملة. ومعايا عملة تانية اسمها وهعرفكم قسة عملة دي دلوقتي. خليلنا هنا نشوف العملات اللي موجودة في المنصة. انت هتدوس على يعني العملات مقابل الدولار يعني سعر العملة دي مقابل الدولار ايه. وتيجي لجاء كاتب هنا. دي العملة اللي انت المفروض هتشتريها. او هعرفك الشغل بتاعنا ماشي عليها ازاي. هتيجي دايس هنا على دي. دي. زي من شايف يا شباب العملة هنا سعر الشراء بتاعها اتنين ونص سنت يعني اتنين سنت وكسور. وسعر البيع بتاعها برضو اتنين ونص سنت بس لو تلاحظ هنا هتلاقي السعر ده اغلى شوية زي ما انت شايف كده من سعر البيع وده طبعا شيء يعني اساسي وشيء حاجة عادية يعني. فانت اللي انت هتعمله او اللي انا بعمله ايه? اني هنا انا معايا تلات تلاف وستمية وتمانية وتلاتين نقطة. فلو جينا كده نكتب سعرهم كام دلوقتي عشان تشتريهم تلات تلاف وستمية وتمانية وتلاتين سعرهم اتنين وتسعين دولار ونص تقريبا. انا كنت شاريهم اصلا بخمسين دولار. طب ازاي الموضوع ده حصل? كل اللي انا بعمله ان انا باجي اشتري وهي العملة هبطة. هعرف منين ان العملة دي هبطة هتلاقي هنا سالب الاتصال. وهو احمر يعني العملة دي في يعني سعرها دلوقتي هابط او سعرها نازل. وبدليل لو احنا جبنا هنا الشرط او مؤشر بتاع العملة دي. هلاقي ان في اه في الوقت ده كده ك pine آآ في شهر في يوم اتنين وعشرين واحد الفين وتسعتاشر كانت العملة وصلت سبعة وعشرين هي دلوقتي بخمسة وعشرين. ولو جينا في اليوم ده مسلا هلاقي ان العملة وصلت تسعة وعشرين يعني وهي اهنا دلوقتي بخمسة وعشرين. يعني كل اللي انا بعمله ان انا باجي هنا اشتري وليكن مسلا هشتري 5000 كتعة ال5000 كتعة دول ب127 دولار وبستاند لما لاقي سعر البيع بتاعها مسلا هنا وصل 27 وانا كنت شاري ب25 اجي بايع ال5000 كتعة اللي كانوا معايا فلو انت ال 5000 اشتريتهم على السعر ده هيعملوا 127 دولار طب الخامس تلف لما اجا بيعهم بس مش هابيعهم بنفس السعر نبيعهم مسلا ما دي تبقى سبعة او بالله ب27 يعني هيعملوا معك 135 دولار ده كل اللي انا كنت بعمله بدأت بخمسين دولار اشتريت حبة حلوين من العملة دي تقريبا كانوا 1800 قطعة او 2000 قطعة اول ما لقيت سعرها زاد شوية عن اللي انا اشتريته بيها قمت داخل حاطت العملات اللي معايا وقمت بيعهم الرصيد طبعا يتحول لي في خانة USD الدولار طبعا ببيعت بها مش ربحي يعني انا كنت اشتريت بخمسين باعت كسبت مثلا ايه 56 كسبت 6 دولار ما اشتريش تاني بقى دلوقتي استنى لما لقيها في هبوط زي كده واجي حاطت ال 56 دولار هيشترولي كام مش هشترولي بقى 1600 زي ما اشتروا لا هيشتروا اكتر يعني اشتروا مثلا 2000 او 2500 قطعة ل 2500 قطعة استنى شوية لما السعر يزيد اجي بيعهم عن السعر اللي انا اشتريت بيه وهكذا شباب انت تستنى لما السعر يزيد تجي بايع طب لما تبيع هتاخد دولارات اكتر طب الدولارات الاكتر دعم بايع استنى لما العملة تسقط او تهدى تاني واشتري اكتر عملات اكتر انت زي ما انت شافنا العملة بس ادي هبوط بعدها صعود وبعد كده تلاقي هبوط تاني هنا بعد كده صعود تاني وهبوط هاد لقى تهبوط في خلال يومين تلاتة تبدأ تلاقي العملة دي صعدت تاني ووصلت لمسلا 28 هنا كده تلاقي دي تبقى التمانية او 29 وتلاقي انه بقوا ب 142 دولار بدل 135 دولار تباعهم ب 142 دولار وتبدأ تشتري تاني وهكذا يعني حتى لو انا جيت ابيع الرصيد اللي عندي دلوقتي هيعمله 98 دولار وشوية على سعر 27 فانا هدي هنا او امر بيع يعني الوردر ده بيتحفز هنا كده ولما السعر يوصل ل 27 سواء انت قافل المنصة بقى او نايم او في الشغل او في اي حاجة لو السعر وصل 27 بتلاقيها تلقائي الموضوع ده اشتغل او اتباع التلقائي فانا خليني الغي الصفقة وعملها تاني قدامكم كده بس انا هعملها بسعر اعلى شوية فانا هخلي مثلا عملية البيع بتاعتي عند ال 28 واجي حاطة كل كمية العملة اللي عندي هتعملوا 101 دولار في حين ان انا لو وردكم نفس السعر ده انا لو اشتريتهم دلوقتي مسلا او انت لو دخلت اشتريت نفس الكمية اللي معاه دلوقتي هي هنا في البيع او في الشرقي قصدي هتلاقي ان هم عاملين 142 اه لا 142 حين هنا هي سعرها خمسة ثلاثة سعرها دلوقتي اهو زي اللي انت شايفه ده هتلاقي ان هم عامليني 92 دولار وشوية او 92 دولار الكسر انا لو انت اشتريت مثلا بسعر ده هتعرف ان انت هتبيعهم بالسعر ده بتدي امر هنا السل او امر بيع الوردر بتحفظ هنا اول ما العملة تسعد وتوصل تمانية وعشرين بتلاقيها تباعت بقى معايا مية واحد دولار ونص ابدأ استخدم المواحد دولار ونص ان انا عمي بيهم ايه? هتلاقي بك مكتوب هنا ايو اس دي هو تيجي داس عليهم مية واحد اا دولار ونص هيبدأ يقول لك ان دول مسلا يشتروا اربعة تلاف عملة تقول له اشتا انا عايز اشتري اربعة تلاف عملة باي ولما برضو وتعلى تاني تيجي بايع ده اللي انا بعمله بيع واشتري بيع واشتري بيع واشتري الكلام ده ممكن في اسبوع من مسلا خمسين دولار توصل لستين او لسبعين دولار في الاسبوع اللي بعده السبعين دولار يبقوا تمانين دولار الاسبوع اللي بعده تمانين دولار يبقوا تسعين دولار وهكزا بيع واشتري اا يعني اا طريقة سهلة خالص وفلوسك في ايدك وده منص دي منصة عالمية منصة اليوبيت يعني مش نصب ولا حاجة تعالوا باعرفكوا اا طريقة الاداع ازاي في المنصة دي الاداع هتيجي هنا على او المحفظة بتاعتك زي ما شايفين هنا هيفتح معانا دلوقتي كل العملات اللي موجودة انت لو عايز تعمل الاداع مسلا بالدولار هتلاقي مكتوب هنا وتيجي ده يسعى على علامة الزائد اللي هي يعني عايز تعمل اداع او عايز تسحب الفلوس من المنصة فلما يجي لك انت طبعا هو بس عشان لسه بحمل هيجي لك تبدأ تدوس على زائد وهوديكم دلوقتي زي ما شايفين كده شباب ولو مش لقيها عندك بتيجي باحس عليها هنا تكتب هتظهر معاك تجي جاء على اداع تجي داس هنا على علامة الزائد دي هيبدأ يظهر معاك دلوقتي وسائل الاداع او ازاي تحط فلوس في الموقع من خلال عملة الدولار في الموقع ده وفي البيير وده اللي انا شغال من عليه وفي بتختار اي وسيلة وليكن مسلا بايير وتدوس هنا اقل مبلغ هنا عشرة دولار عايز تودع عشرة خمسين ستين اي ان كانت جدا هيحولك للبايير والطريقة اللي بعد كده انت عارفة انك هتدوس اوكي اوكي وتختار حسابك في بايير اللي هتودع منه وتلاقي الموضوع سهل معاك وما فيهوش اي صعوبة من خلال دي لو انت عامل عمليات الشراء او عمليات بيع هتبلك في الخانة دي هستوري دي اي حاجات انت خلاص خلصتها او عمليات شراء او بيع انت عملتها او صفقات بتبلك هنا في الهستوري في كوين دي يعني بتجي منها كوين ببلاش بس اه مش مجزية او يعني حاجات اه ملايش اي ثلاثين لازمة والنفيست بوكس دي كنا شرحناها في فيديو قبل كده دايز دي لعبة امار يعني انصحك ما تدخلش تلعب فيها لانك هتخسر فلوسك كلها بس كده شباب ده الشرح المبسط للفيديو بتاعنا النهاردة والبي تي تي دي بقى اللي قلتلك وحكي لكم حكايتها في اخر الفيديو دي عم كل الحكاية ان اللي معي عملة تي ار اكس دي عملة مشتقة منها او زي بيت خليتها كده فانت لو معك تي ار اكس حايدوك بي تي تي بلاش تمام يعني تعالى كان نشوف البي تي تي دي سعرها كام هي تكتب اسمها هنا كده زي ما انت شايف بي تي تي انا هنا اه لقيتها هي اول واحدة تبي دايز عليها هيبدأ يفتح لك الشرط او المؤشر بتاعها وزي ما انشار فين كده شباب دي عملة البي تي تي اصاد الدولار سعرها برضو منخفض جدا انا الربعمية عملة اللي معي او الربعمية كتعة من العملة دول انا ما اشترتهمش دول جولي كهداية كده علشان انا معي عملة او معي عملة 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 كويسة جدا فانا انصحك انك تشتري علشان هما هيدوك نسبة على كل كوين او كل عملة من التي ار اكس اللي معاك هيدوك حداشر اا من البي تي تي يعني انت لو معاك عشرة لو معاك عشرة وليكن مسلا اعرف ان هما هيديك ايه اضرب الرقم ده في حداشر في المية هيدوك واحد وواحد من عشرة بي تي تي انا عشان كان معي تلات تلاف وخمسمية فلو جينا نحسبوها كده هتلاقيها تقريبا هي هي تلات تلات تلاف وخمسمية في زي روين حداشر من مية تلات مية خمسة تمانين انا معاك تلاتة وستمية هي اضبك الربعمية كتعة اللي انا خدتهم كهدية ده كل يوم حداشر من كل شهر يعني كل يوم حداشر لان عملة البي تي تي دي اطلاقها كان في يوم حداشر فهما بيحتفلوا ان كل يوم حداشر من كل شهر بيدوك ربعمية قطعة من البي تي تي او مش شرط ربعمية على حسب اه النسبة اللي انا وضحتها لك حداشر في المية من رصيدك في التيق ريكس بتاخده في عملة البي تي تي وسعرها برضو مش هاين وقبلة للزيادة زي ما انت شايف هنا كده فلو جينا ندوسوا على الربعمية دول اللي نبيعوهم هيعملوا دولار ونص او دولار وستين سنت انا اخدتهم على التسعين دولار اللي عندي دول فنسبة كويسة لنسبة حداشر في المية شهريا من غير ما تعمل اي حاجة يعني ده هدية كمان ده غير الطريقة اللي انا قلتلك بيها ازاي تزود بها التي ار اكس اللي عندك وتشتري اكتر وتكسب فرق العملة او فرق الدولار اللي ما بين شراء العملة وبيعها لما العملة تزيد وتقل ده كمان هيزود من عملة التي ار اكس في رصيدك فلما تزود من عملة التي ار اكس هتزود من نسبة الحداشر في المية اللي بتاخدهم على البي تي تي كل يوم حداشر من كل شهر دي كانت المنصة بتاعتنا والشرح بتاعنا شرح موصل جد مفاصل جدا منصة عالمية منصة يوبت دوت كونيت اتمنى انكم تعملوا شروط المسابقة اللي قلنا عليهم وتشارعوا الفيديو طبعا وتعملوا لايك واسبوا لنا كومنت يكون في وسيلة للتواصل معاك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله بركاته ونتقبلوا ان شاء الله في فيديو جديد